مره ثانية نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم تقويكم تعزيكم تشجعكم اليوم فديك الكلمة بسيطة يعجبني انه اشاركوا معكم هذه الكلمة جاي من رسالة كورنثيس الثانية والصحة العاشر رسالة كورنثيس الثانية والصحة العاشر شو نان رسول بولوس يقول عبدالي على ثلاثة يقول انه ان كنا نسلك في الجسد فانا لا نحارب حسب الجسد لان اسلحة حربنا هي لسة جسدية لكنها قادرة بالله على هدم حصون بها مهدمين الاوهام وكل شيء عالي يعظم نفسه وضد معرفة الله واصلين كل فكرا لطاعة المسيح انتم شو ما تعرفون انه احنا في حرب مع عدوش من الشيطان وهي شيطان هاي مرات يحاول يسيطر علينا يسيطر على فكارنا يسيطر على مشاعرنا ويحاول يزرع اشياء شريرة في قلبنا لا سبب ضرور جدا نقاوم الشيطان الرسول يعقوب يقول قاوم الشيطان يهرب منكم بعد مرة ثانية يقول قاوموا الشيطان يهرب منكم ضروري نتعلم ان قاوم الشيطان هاليو برد احكيكم على سلاح هو كثير يستعمله وهذا السلاح اسمه الحكم المسبق الحكم المسبق شو معنى الحكم المسبق؟ معنى انت الشيطان يحط براسك فكرة معينة عن موقف معين هي خاطئة ومسبقة يعني مثلا اكو موضوع معين تحتاج انت تبحث بينه هو ينطيك رأسا نتيجة البحث قبل ما انت تبحث هو ينطيك النتيجة فهي كذبة تنحط في راسك حتى تقيدك حتى تقيدك انطيك مثال بسيط جدا 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 عملي اليوم كنتوا قاعدة احكي ويا شخص مسلم كنا قاعدة نتناقش على المسيحية والاسلام فاش قل لي قل لي انه هو مؤمن انه المسيحيين يكرهون المسلمين هو مؤمن انه المسيحيين يكرهون المسلمين هذا بالضبط اسمه الحكم المسبق لانه الانسان المسيحي الحقيقي لا يكره الانسان المسيحي الحقيقي يحب الانسان المسيحي الحقيقي يتمسك بالحق امين ولكنه احنا لسنا مدعوين للكراهية بالعكس يسوع قال احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم وصلوا من اجل الذين يسويون اليكم ويفطهدونكم مبدأ الاساسي انه احنا نحب الاخرين وطبعا نتمسك بالحق في المحبة اذا نقول الحق في المحبة هذا هو المبدأ فشوفوا شونيك الشيطان يضع افكار في راسنا يضع افكار في راسنا افكار هي مقاومة للحق حقنا مرة ثانية يقول لان اسلحة حربنا هي ليس جسدية لكننا قادروا بالله على هدم حصون مهدمين الاوهام شوف يقول لك اوهام اكو اوهام الشيطان يحاول يحطها براسنا حتى يقيدنا بها شكال ضروري انه انقاوم هاي الاوهام يسوع قال فتعرفون الحق والحق يحراركم قال انحراركم الابن فبالحقيقة انتم احرار شكال ضروري انه احنا نتمسك بالحق واللي يطرد الاوهام اللي يطرد الاوهام اللي يطرد هالحصون اللي شيطان يحاول يحطه براسنا حصون كذب اوهام تقاوم مقاومة لما عرفت الله قول وكل شيء عالم يعظم نفسه ضد معرفة الله وآثرين كل فكرة طاعة المسيح هبايش قضروا انه احنا يكون فكرنا فكر المسيح خاضع ليسوع المسيح خاضع لقوة الله خاضع رحمة الله خاضع لكلمة الله الحية الفعالة اللي هي انظم من سيح كل سيفين ذي حدين تختلق تفصل بين الروح والنفس والنخاع والمفاصل وهي مدركة لأفكار القلب والنياتين الحكم المسبق احذر من الحكم المسبق مرة ثانية احذر من الحكم المسبق قبل ما تحكم على شيء تحكم على شيء خليكون عندك المعلومات الكافية اللي تخليك تكون قادر ان تحكم احذر من الشيء يا حبائي مهم وضروري جدا 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 انه ما يكون قلوبنا وافكارنا حكم مسبق لما يكون عندنا حكم يكون حكم عادل حكم عادل حكم بار ها شيء شكا ضروري يا حبائي شكا ضروري اعيد مرة ثانية عادل رهيب لأنه وإن كنا نسلك في الجسد فإننا لا نحارب حسب الجسد لأن أسلحة حربنا ليست جسدية لكنها قادرة بالله على هدم حصون مهدمين الأوهام وكل شيء عالا يعظم نفسه ضد معرفة الله وآسرين كل فكرة يطاعة المسيح أسر أفكارك حط قيود حول أفكار الأفكار القديمة العتيقة التي هي ليست من الله التي مصدرها ليس هو الله شكا ضروري شيء مهم يا حبائي شكا ضروري شيء مهم واحدة من الأشياء اللي تخليك تتخلص من هذا الأوهام هي قراءة كلمة الله يسوع قانا هو خبز الحياة كل من يأتي إلي لم يجوع بعد يسوع هو خبز الحياة كل الكلمة كل الكلمة كل خبز الحياة يقول الذي يأكل جسدي ويشرب دمي إنه له حياة أبدية لن يموت أبدا حبال قال شيء مهم مش قال شيء مهم يسوع هو خبز الحياة فأنه خلي ناكل يسوع ناكل الكلمة ناكل الكلمة مش قد إنه حلو إنه بحسقيال وبالرؤية شوفنا الله يتكلم حسقيال يقول له أكو درج كله درج كتاب وأكو واليحن يقول له هم أنا أيضا إنه أكو كتاب إنه تاكله كتاب تاكله أحباء هي كلمة الله إحنا نحتاج إنه ناكل كلمة الله شوف هوني بطرس يقول على هذا الموضوع صح الثاني وصلاة بطرس يقول له صح الثاني لذلك وانتم متخلصون من كل فساد وخدع ورياء وحسد ومن كل كلام شرير كأطفال مولودين حديثا اشتهوا حليب الكلمة الصادق لكي تنموا به إن كنتم قد ذقتم إن الرب منعمه ماذا قدر له يا حباء المبدأ؟ إنه نشتهي حليب الكلمة الصادق حليب الكلمة الصادق لكي ننمو به صليك رب بطونا جوع وعطش الكلمة بعدين بطرس بالرسالة الثانية شوف يش يقولون يا حباء أعتقد بالرسالة الثانية واحتمامها برسالة الأولى كله ممكن يا رب يقول يحكي عن كلمة نعم عن كلمة الله رسالة بطرس الأولى صح الأولى شوف يش يقول هنا شوف يش يقول يقول 23 لكونكم مولودين من جديد ليس من زرعا فاسد بل من غير فاسد بكلمة الله التي تحيا وتبقى إلى الأبد لاحظ كلمة الله تحيا وتبقى إلى الأبد ثماني بعدين يكمل 25 ولكن كلمة الله تبقى إلى الأبد وهذه الكلمة التي بالإنجيل قد كرز بها لكم كلمة الله حبائي أعرف كلمة الله تمسك بكلمة الله انظر إلى يسوع خلي يسوع يكون قدوتك وخلي يسوع يكون مثالك تسلك حسب يسوع تحكي مثل يسوع تفعل مثل يسوع وتكون دائما نور وبركة وملح نعمة ربنا يسوع 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 يكون معكم جميعا آمين تكون دائما وبركة وعمت شكرا